بما نحن نتكلم عن الطقس والمناخ خاليا نروح لمحافظة الإسكندرية اللي شكلت لجنة لدراسة التغيرات المناخية والأثار المتلتبة عليها باعتبار أنه الإسكندرية من بين المدن الأكثر تعرضا وتأثرا بالتغيرات المناخية هذه اللجنة تم تشكيلها من قبل أسد الجمعة والخبراء وممثلي الهيئات عشان تكون بمثابة منظومة انذار مبكرة لحماية الإسكندرية من مخاطر التغيرات المناخية خلينا نعرف تفاصيل من المهندسة نيفين التي مقررت اللجنة عشان نعرف منها كافة التفاصيل سبع الخير راح ديك فنم نورنا في سبع الخير يا مصر سبع الخير يا جميلة وسبع الخير على كل سادة المشاهدين في البداية لو حضرتك فنم توضحي لنا وتوضحي للسادة المشاهدين أليت عمل هذه اللجنة الأعمال اللي بتركز عليها اللجنة مع بداية تشكيلها والله في البداية كان السيد الوزير المحافظ بدأ يفكر في موضوع تشكيل اللجنة على أساس أن الأسكندرية من أكثر المحافظات تعرضا للتغيرات المناخية والكلام ده أصار كتير جدا في مؤتمر المناخ السابق وبدأنا فعلا بوضع خطة للتشكيل اللجنة على أساس أنها ستكون بمثابة منظومة إنذار مبكر وتنبؤ بأي تغيرات مناخية ونقدر إلي استعدادات المحافظة تقدر تعملها مع نوبات التقس الجامحة حسب المخطة يا فندم إزاي نويين أن تبقوا منظومة إنذار مبكر لو حصل أي حاجة لقدر الله يعني والله اللجنة مشكلة من خبراء ومن أساس جمعة وعدة جهات متخصصة في التغيرات المناخية وبالتالي بدأنا نحط أهداف للجنة دي فبدأنا اللجنة تكون يعني تحط الدراسات والأبحاث ونشوف إيه أكتر الحاجات اللي ممكن المحافظة تستعد بيها زي مثلا الخرايط التقس مثلا هتبقى عاملة زي التنبؤ بالدرجات الحرارة إيه اللي ممكن المحافظة تستعد بيه يعني وعملنا وإعداد دراسات تفصيلية وإعداد خطة قصرة المدى وأخرى برضو طويلة المدى لأن حيك عارفة أن عشان تواجهي التغيرات المناخية في حاجات عندك قصيرة المدى وفي حاجات بتبقى محتاجة خطة مستقبلية طبعا فدي منان على الدراسات والأبحاث هنبدأ نشتغل عليها يعني وخصوصا أن اللجنة دي فيها هي نقطة وصلة بين الأبحاث والدراسات وبين الجهات التنفيذية ودي يعني خطوة سباقة يعني طبعا بكل تأكيد طيب النقطة دي مهمة جدا يا فندم لو توضح لنا وجه التعاون هيبقى عامل ازاي وجه التعاون أولا إحنا اللجنة فيها أعضاء من جهات ملفزة وطبعا في المحافظة إحنا ترتبر جهات تنفيذية جهات تنفيذية وأيضا الأسادة والخبرة دول من الجامعات وبيعملوا دراسات وآخر الأبحاث ودراسات على مثلا منسوب سطح البحر المتوسط إيه الإسكندرية بتشهده مثلا لو فيه تآكل للشواطئ إيه الخطوة اللي احنا ممكن نعمل عشان نحمي بيها شواطئنا وبالتالي إن هما حيدونا آخر تطورات للمشهد بالأبحاث وعلى أساسه هتبدأ تحط المحافظة أولويتها وتتخذ بقى الإجراءات اللازمة لعمل يعني التفصيلات بتاعت الدراسات طبعا بنشكر حضرت جزيل الشكر مهندسة نيفين ليسي مقاررة لجنة التغيرات المرخية بالإسكندرية على كل هذه الإضاحات